السلام عليكم ورحمة الله في معلومة منتشرة لدى الكثيرين وهي معلومة خاطئة هذه المعلومة التي تقول أن الحامل المرأة إذا كانت حاملا فإن الطلاق لا يقع عليها وهذا الكلام غير صحيح إذا طلق الرجل زوجته وهي حامل فإن هذا الطلاق يقع بالإجمال هذا بشكل عام أما الحالات الفردية أو حوادث الأعيان لا هذه تحتاج مراجعة المحكمة حتى يقرر القاضي أو يراجعون الإفتاء حتى يقرروا لهم هل هذا الطلاق وقع أم لا كان في حال غضب أو كان هناك موانع من وقوع الطلاق لكن يجب أن تعلم أن الطلاق على الحامل كما يقولون يقع بالاتفاق ترجمة نانسي قنقر